لدي دكان إليه أيضاً الذهب عارف إليه دي يبدو أنها غلطة مطبعية صحح يا صاحب السؤال بارك الله فيك صحح السؤال بارك الله فيك فهل يجوز بيع الذهب بكرت أو كبون طعام مثل الخاتم مئة دولار وكرت الطعام أو الكبون فيه مئة هو القاعدة يا رعاك الله في بيع الذهب بل في بيع الأموال الربوية بصفة عامة لابد فيها من التقابض اتفق الجنس أو اختلف كيفا؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئكم إذا كان يداً بيد هنا في مسألتنا أنت الآن تبيع الذهب بنقود لأن كبون الطعام ده بيمثل نقود في نهاية المطاف والكرت هذا فيه نقود فإذا كنت ستشتري الذهب بالكرت الذي سيودع قيمة الذهب في حساب بائع الذهب على الفور فقد تحقق التقابض لا تدخلني في هذه التفاصيل الشرط في بيع الذهب والفضة التقابض سواء بيعت ذهب بذهب أو بيعت ذهباً بفضة فأي وسيلة يتحقق فيها التقابض فيها التقابض الفوري قضي الأمر إذا كان كبون الطعام ده يعني في حس المتسلم له هذه القيمة النقدي التي داخله ويكون قد تسلمها فوراً فأنت أخذت مئة دولار ذهب ودفعت له مئة دولار قيمة هذا الكر أنا لا أدري طبيعة هذا الكر إذا كان ذلك كذلك فهذه الصورة جائزة المحكم عندي أنه في بيع الأموال الربوية لا بد من التقابض أي وسيلة يتحقق بها التقابض تجعل البيع مشروعاً من صور التقابض القيد في الحساب الجاري القيد في الحساب الجاري صورة من صور القبل أما إذا كان الكارد كيري الكارد لا يستطيع باع الذهب أن يتسلم قيمة ما باعوا لك إلا بعد بضعة أيام مثلاً لم يتحقق التقابض فلا ينبغي لك أن تشتري الذهب بالكيري الكارد في هذا الحال اللهم هدنا في من هدي تمام ترجمة نانسي قنقر